موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة عشر الأوساط 14 خلسين آئين صباح الخير عزائي المستمعين وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأخبارنا المحلية طلب وزير الخارجية الكندي جون بيرد من الرعاية الكنديين المتواجدين في سوريا المغادرة بشكل فوري بعيد أعلانه أمس عن إخلاء طوعي سيستمر لمدة شهر كامل وقال الوزير أنه حان وقت المغادرة ما دامت الفرصة سانحة ويمكن تقديم أقصى حدود المساعدة للرعاية وتوفر حاليا الدوائر القنثلية ودوائر الهجرة خدمات متخصصة تتعلق بإصدار الجوازات والتأشيرات حتى لمن يشاء من أهالي الرعاية عبر تسريع عمليات الفرز والتطقيق وأكد بيرد بأن من يشاء البقاء سيفقد ضمانة المساعدة في حال تفاقمة المشاكل في سوريا مشيرا إلى أن كندا لا تفكر في التدخل العسكري هناك لكنه عبر عن امتعاضه من عدم قدرة مجلس الأمن على إدانة النظام السوري حتى بعد وصول عدد الضحايا لأكثر من خمسة ألاف قطيل بحسب الوزير بيرد دخل مجلس العموم الكندية عطلة الأعياد والتي ستمتد لستة أسابيع بعد اتفاق جميع الأحزاب وبعد الجلسة الأولى للأسئلة أمس على تأجيل اجتماعات اليوم وبالتالي سيعود البرلمان إلى الانعقاد في الثلاثين من شهر كنون الثاني جنفية القادم وفي حين اعتبر حزب المحافظين أن دورة الخريف كانت منتجة اعتبرت أحزاب المعارضة أن دورة الخريف كانت شبه وقت ضائع على أمور هامشية مثل سجل الأسلحة وقانون الجريمة الشامل وبأن الدورة فضحت الاستعداد المزمن لرئيس الوزراء ستيفن هاربر والأغلبية المحافظة لخنق النقاش أو الحوار البناء في مجلس العموم الكندي هذا وقالت نيكول تيرميل الزعيمة المؤقتة للحزب الديمقراطي الجديد والمعارضة الرسمية بأن المعارضة تسببت بوضع حكومة المحافظين في أوضاع لا تحسد عليها وفي نبرة حادة اعتبرت تيرميل بأن عدة وزراء ظهروا بمواقف حرجة مسمية خمسة وزراء بالأعضاء الضعفاء في فريق هاربر وأكدت تيرميل بأن أداء الحزب كان جيدا وأظهر للكنديين الخيارات الأفضل حول الاتجاه الذي ستسلكه كندا مؤكدة فوز الديمقراطيين الجدد في الانتخابات القادمة أظهرت فواتير بعض رحلات وزير الدفاع الكندي بيتر مكي فارقا كبيرا بين بدلات الإقامة في الفنادق حيث تضاعفت كلفة غرفة الوزير بحوالي ثلاثة إلى خمسة أضعاف كلفة الفريق المرافق له ودافع مكتب الوزير عن الأرقام والمضموم بالقول أن الحجز تم في نفس الفنادق حيث عقدت المؤتمرات وبأن الأرقام عرضت بشفافية على مواقع الحكومة على صعيد آخر اختار فرانسواليغو زعيم حزب التعالف من أجل مستقبل كيبك دائرة أسومبسيون الانتخابية مكانا لترشحه إلى الانتخابات العامة المقبلة في المقاطعة هذا ما أكده المستشار الصحفي قائلا بأن ليغو وازن خياراته في الأسبوع الأخيرة وقرر خوض المعركة في هذه الدائرة التي تعتبر معقلا تاريخيا للحزب الكيبكي ووفق الخارطة الانتخابية الجديدة تضم دائرة أسومبسيون عادة من البلديات من بينها إثنتان كبيرتان سكانيا وتنتخبان تاريخيا الحزب الكيبكي أي الحزب السابق لليغو مع خرق وحيد سجل في الانتخابات العام 2007 ولصالح حزب العمل الديمقراطي في كيبك الذي أصبح جزءا من حزب ليغو الجديد رثت بولين ماروا زعيمة الحزب الكيبكي أمس وخلال مؤتمر صحفي حول الهوية الكيبكية رثت لحال اللغة الفرنسية في المقاطعة حيث تستمر المشاكل في المدارس غير محلولة وحيث يرغم الموظفون في بعض الشركات على التحدث بالانجليزية واعتبرت ماروا أنه لا يمكن استمرار على هذا المنوال وبأن هناك حدودا لتحدي القيام الكيبكية ويسر الحزب الكيبكي على تضمين مشروع القانون 101 المتعلق باللغة الفرنسية بأن يتعلم المهاجرون لجدد اللغة وبدون أن تكون هذه المسألة اختيارية بل يجب أن تحدد مؤشرات قياس ذلك والتحقق منه كما يستهدف الحزب الشركات والمؤسسات لإرغامها على استخدام اللغة الفرنسية في مكان العمل أعلن أمس وزير البيئة في مقاطعة كيبك بيير أركون عن استحداث الحكومة لنظام كاب أن تريد في محاولة لتخفيض نسبة انبعاث الغازات وبذلك تنضم كيبك إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتصبح أول مقاطعة في كندا تفرض إجراءات من هذا النوع وقال الوزير أنه ابتداء من بداية العام 2013 سيصبح صقف مستوى انبعاث الغازات المسموح به أكثر صرامة وبأن الصناعات التي تستثمر في التكنولوجيا النظيفة ستكافأ عبر السماح لها بتجارة حصتها من الكاربون مع تلك التي تحتاج أكثر واعتبر الوزير بأن هذا النظام هو أكثر مرونة من فرض ضريبة على نسبة الانبعاثات وسيطبق في النهاية على الشركات المنتجة للنفط مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار أفادت مؤسسة استشارات بريطانية بأن هيئة بريد كندا دخلت ضمن أعلى عشر مؤسسات للخدمات البريدية ضمن مجموعة دول العشرين لتحتل المرتبة الثامنة واستندت ترتيب إلى معايير أداء تقديم خدمات البريد خلال السنوات الثلاث بين 2008 و2010 وفق مؤشرات سهولة الوصول الفعالية والكفاءة واحتلت هيئة بريد أمريكا المركز الأول واليابان المركز الثاني وذكر التقرير بأن عامل بريد في مكتب خدمات بريد أمريكا يسلم بالإجمال يوميا ثماني مرات أكثر من عامل البريد في هيئة بريد كندا صوت مجلس الشيوخ الكندي بعد ظهر أمس الخميس وبعد قراءة ثالثة لصالح إلغاء سلطات القمح الحصرية الكندية وفق مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة المحافظين ويتوقع أن يحصل القانون على الموافقة الملكية اليوم وقبل الذهاب إلى عطلة الأعياد انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة والأصغاء